وين الخرق بدائرة بعبدة؟ المعركة الفعلية بدائرة بعبدة هي على المععد المارونة الثالث لكن تحليلنا مبنى على نتيج انتخابات 2018 والتغيرات التي شهد لبنان بعد 17-20 النتيجة الحقيقية لا يقررونها غير النخبين نهار الانتخابات على أي أساس الخرق؟ ظاهر حزب الله وحركة أمل سيقدروا يحافظوا على المععدين يليل الشيعة بها الدائرة والحزب الاشتراكي سيحافظ على المععد الدرزة والقوات على الأرجح ستحافظ على المععد المارونة طيار الوطن الحر قرر يتبنى مرشح حزب واحد ليصب الأصوات التفضلية ويدمن مقعد بسبب تراجع شعبيته من بعد 17-20 إذن المعركة الأساسية بتدور حول المقعد المارونة الثالث عشو معاولين؟ مرشحين المعارضة كلهم يتنافسوا على هذا المقعد طيار والقوات متكلين على حلفائهم بينما المعارضة تنطلق من 5000 صوت يلي قدر تجيبها بالانتخابات الماضية لتحاول توصل للحاصل الانتخابة يلي بيتقدر ب13000 صوت وممكن ينخفض مع احتساب الحاصل الثاني بس بيظل لايحة مدعومة من الكتيب ولايحة مدعومة من مجموعات الثورة فيه خطر انه هالأصوات تتشرزم وما حتى يتأمن الحاصل ترجمة نانسي قنقر